حزمة تنموية جديدة ستصل إلى اليمن وحاجة لمشاريع استثمارية وخدمية عديدة في بلد أنهكه القتال ودمر كل ملامح الحياة فيه دمار تام وشبه تام للمنازل والمستشفيات والمنشآت الحكومية والمصالح العامة والخاصة ووعود حكومية لإعادة إعمار شامل لما دمرته الحرب في العديد من المناطق فضلا عن تسليم كافة رواتب موظفي الدولة البنك الدولي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة معين عبد الملك في عدن أعلن اعتماد حزمة تنموية لليمن بقيمة 4 مليون دولار وأكد وفد البنك الدولي أن الزيارة تأتي للتأكيد على استمرار دعم اليمن هناك حزمة ب400 مليون دولار جاء بها البنك الدولي وهذه حزمة أولى وإن شاء الله في الأشهر القادمة تكون تم ولاد أخرى وسنعلن عنها في أولها الحزمة التنموية المقدمة لليمن وبتأكيد أعضاء وفد البنك ستعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق الجمهورية بالشراكة مع الحكومة ليست هذه الحزمة التنموية الأولى التي يقدمها البنك فقد قدم لليمن ملياراً و700 مليون دولار طوال الفترة الماضية أرتبطت بمشاريع للبنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن رئيس الحكومة معين عبد الملك استعرض رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبين أن الحكومة نجحت في إيقاف تدهور العملة وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية لكن في المقابل يجد مراقبون أن المنحة والحزم المالية لن يكون لها أثر واضح ما لم تسبق بتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشاريع وقبل ذلك تحقيق حزمة من الإصلاحات الإدارية والرقابية في مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة ترجمة نانسي قنقر